مجزون لأهم الأنباء من يمن شباب أهلا بكم والبداية من تعز حيث قال وكيل المحافظة دكتور عبد الحكيم عون قال أن الأجهزة الأمنية باشرة التحقيق في وقاعة انفجار عوة ناسف ستفى السيارة الحراسة التابعة للوكيل الأول محافظة تعز عبد القوي المخلافي بشارع المصلى وسط تعز وأشار عون في مداخلة عبر قناة يمن شباب لأن جهات لم يسمها تريد خلط الأوراق ولا يروق لها أن ترى تعز المحافظة الحيوية والمهمة في أمن وأمان ولا تريد إرساء دعائم الأمن والاستقرار في هذه المحافظة الكبيرة وفي أول تعليق له على الحادثة وصف وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي وقاعة استهدافه مؤكدا أنها لن تثنيه عن الدور النضالي والمقاوم مضيفا بالقول كلنا مشاريع شهادة في معركة الكرامة والدفاع عن تعز ميدانيا استعدت قوات الجيش الوطني جبل الحمام المطل على معسكر لبوزة في محافظة لحج بعد ساعات من تسلل عناصر ميليشيات الحوثي إلى الجبل وسيطرة عليه مصادر ميدانية أكدت سقوط قتلى وجرحة من ميليشيات خلال المواجهات مع قوات الشرعية التي فرضت سيطرتها على الجبل وفي الجوف سقط قتلى وجرحة من ميليشيات الحوثي خلال هجوم فاشل للميليشيات شنته على مواقع الجيش الوطني في مدرية المصلوب غرب المحافظة مصدر ميداني قال أن الجيش شد هجوم للميليشيات على منطقة الغرفة في مدرية المصلوب وكبد الميليشي خسائر فاتحة إلى محافظة مأرب حيث اعترضت منظومة الباتريوت ساروخة باليستية أطلقتهم ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه المدينة ودمرته في الهواء وأكدت مصادر محلية عدم وقوع أية أضرار في الأرواح والممتلكات جراء سقوط شضايا الصاروخ في تعز لقي سبعة حوثيين مصرعهم وأصيب آخرون في نيران الجيش الوطني في جبهتي مقبنة وصبر الموادم هذا وتمكنت قوات الجيش الوطني من استعدة تبت الكربا الواقعة في منطقة الضباب بعد ساعتين من سقوطها بيد الميليشيات الحوثي وفي ذات السياق لقي القيادي الحوثي محمد حسين العجري مصرعه معاذ من مرافقه جراء غارة لمقاتلات التحالف استدفى التجمع للميليشيات في محيط مدريات حيث صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوما شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية على بيمنة جبهة العبدية بين محافظتي البيضاء ومأرب وقلت مصادر ميدانيا الجيش والمقاومة أفشلوا هجوما للميليشيات وأجبروها على العودة إلى مواقعها أكد رئيس لجنة الطبية العسكرية دكتور أحمد عيسى أن عدد الجرح الذين غادروا اليمن إلى مستشفيات الخارج بلغ أكثر من ألف شخص وأوضح عيسى أن اللجنة الطبية تتكفل بجميع نفقات السفر والعلاج في الخارج مضيفا أنه لا يزال أكثر من ثلاثمائة جريحة ينتظرون الدعم للعلاج والسفر إلى الخارج أشهد المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب خلال اجتماع له بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في المحافظة خلال العام الماضي وأثنى المكتب التنفيذي بقدرة أمن مأرب على ضبط العديد من المطلوبين والخلايا الإرهابية والتخريبية والعناصر المطلوبة للعدل شرعت السلطة في محافظة عدن في مناقشة خطة تنفيذ البرنامج الاستثماري للمحافظة للعام الجاري 2018 الاجتماع كرس لمناقشة احتياجات مدريات عدن من المشاريع ذات الأولوية وتنفيذ وإنجاز المشاريع المتعثرة واستمار عمل غرف عمليات مشروع إعادة الإعمار نبقى في عدن أيضا حيث بدأت السلطة في مدرية المنصورة في إزالة البناء العشوائي المستحدث في المدرية ودعى مدير عام المدرية محمد عمر البر الأهالي إلى مسندة الحملة في القضاء على أسباب البصد والاستيلاء على مواقع من ملكيات عامة وخاصة هذا ما لدينا حتى الساعة لكم في أخبار التاسعة في أمان الله اشتركوا في القناة